يستعد صندوق الاستثمارات العامة وشركة هينداي موتور لوضع حجر الأساس لأول مصنع في منطقة الشرق الأوسط بالمملكة خلال العام الجاري هذا المشروع يستهدف والذي جرى الإعلان عنه على هامش ملتقى الأعمال السعودي الكوري يستهدف إنتاج خمسين ألف سيارة سنويا بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية على أن يبدأ الإنتاج في عام الفين وستة وعشرين وسيغفر هذا المشروع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب كما يجذب كذلك توطين الإنتاج الصناعي والمزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلية المزيد من التفاصيل المشاهدين وللنقاش حول هذه الخطوة التي ستتخذ ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط معنا المختص في السيارات عادل الرجب الذي يلتحق بنا عبر الزوم من ألمانيا أهلا بك عادل معنا ومسا الخير يا أهلا وسهلا مساء النور شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا فيك نتحدث عن وضع حجر الأساس لأول مصنع في منطقة الشرق الأوسط بيئة المملكة الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور ما أهمية هذا الحدث؟ والله الله يسلمك أخي حسن أعتقد أهميته تبدأ بطريقة الأعلان عنه لما رئيس جمهورية كوريا بنفسه يصرح عن شراكة بهذا الحجم فهذا يدل على ثقل الشراكة وثقل الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة السعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة الصندوق الجميل في الموضوع أن الصندوق يكون يمتلك الأغلبية في هذه الشراكة الاستراتيجية بنسبة 70% مع شركة هيونداي الكورية اللي يمكن يغفى كثيرا على الناس في عالم صناعة السيارات أن إنشاء مصنع سيارات لا يعني صناعة سيارات فقط ولكن يعني إنشاء صناعة حول هذا المصنع متكاملة من صناعة الزجاج الحديد البلاستيك الكراسي واللي ينتج عنها توليد وظائف كثيرة تطوير مهارات محلية استقطاب كفاءات عالمية وزيادة في الناتج القومي المحلي اللي ينعكس بطبيعة الحال بشكل إيجابي على طبيعة حياة المواطن السعودي ودخله طيب نحن نتحدث عن نقل خبرات وكذلك تجارب للمسؤولين عن صناعة السيارات نتحدث كذلك عن سؤال ربما يشغل الكثيرين عندما يسمع هذا الخبر ما الذي سنستفيده في السعودية عندما يتم وضع حجر الأساس لأول مصنع في منطقة الشرق الأوسط وما تأثيره هل ستنخفض مثلا الأسعار الخاصة بالسيارات مع بدء تشغيل وإنتاج السيارات التي نتحدث هنا عن حجم 50 ألف سيارة طبعا أنا حسب ما فهمت أنها البداية بتكون في 2026 50 ألف سيارة وبتوصل في 2030 إلى 300 ألف سيارة وهذا يعكس 30 ألف سيارة أن تتكلم عن تقريبا 30-40% من حجم استيراد السيارات ليدخل السعودية سنويا وهو رقمه بسيط ينعكس على اقتصاديا على زي ما قلت للعاهد تهدف إلى أهداف كثيرة بس من ضمنها ومن أهمها تنويع اقتصاد السعودية وتحويلها من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع والصناعة أعتقد بتكون أحد أهمها نتحدث عن مصنع بهذا الشكل سيخلق فرص وظيفية عديدة وضخمة ربما كم تقريبا عدد الوظائف التي سيخلقها مثل هذا المشروع وكذلك ما نوعية الوظائف التي تحتاج إليها هذه الشركة عندما يتم نقل مركز لتصنيع السيارات بهذا الشكل هل هناك أي نصائح تقوم ب يعني إعطائها لمن يريد التخصص في صناعة السيارات الله يسلمك صناعة السيارات يعني تعتمد على تخصصات مختلفة بس جوابا على سؤالك الأول الجزء الأول أعتقد مصنع بإنتاج يبدأ بخمسين ألف سيارة أنت تتكلم عن عشرات ألاف الوظائف يعني أنا دخلت مصنع بورشا قبل أسبوع جزء أحد فروع مصانع بورشا كان فيه ستة ألاف موظف والمصنع هذا متخصص في فئة معينة بس من سيارات بورشا فإحنا هنا تتكلم عن خمسين ألف سيارة ما عندي الرقم بالضبط بس أتخيل أنه بيكون عشرات الآلاف الشعب السعودي والشباب والشعبات السعودين يحبون مجال السيارات بحكم خبرتي البسيطة أنصحهم طبعا التخصصات الهندسة بكل تخصصاتها الميكانيكية الصناعية الكهربائية حتى الفايننس، الماركتينج، التكنولوجي اليوم صناعة السيارات والسيارات الكهربائية بالذات تقوم بشكل كبير على موضوع التقنية والأي آي والذكاء الصناعي فكل التخصصات أتوقع بتكون تستهدفها المصانع للسيارات وش مستقبل صناعة السيارات في المملكة مع بدء هذا المصنع العمل خلال 2026؟ الله أعلم بس ما عندي شكل بيكون مستقبل باهر جدا أن السعودية تبدأ مع أحد أهم وأتبر مصانع السيارات في العالم اللي هو هنداي هنداي ماهب مصنع رسيط من أكبر وأهم المصانع عندهم حصة سوقية من أكبر الحصة السوقية في العالم في السعودية إذا مني غلطانهم داي تعتبر ثاني أكبر حصة في المبيعات في السعودية فإذا كانت هذه البداية نقدر نتضمن ونقول أن المستقبل بيكون في عدة مصانع سيارات وفي عدة مصانع قائمة لتغذية هذه الصناعة والتوريد لها أنا على فكرة في رحلتي في أوروبا الأيام اللي راحت كانت أحد الاجتماعات مع أحد ملاك VW Group وقال لي بالحرف قال لي أنا أتمنى أن شركتنا القادمة أو أحد مشاريعنا ومصانعنا القادمة تكون في السعودية فاستغرقت قلت لي ليش في السعودية قال لي إذا أنت ما تعرف ليش في السعودية فهذه مشكلة السعودية هي المستقبل السعودية اليوم إحنا في أوروبا كلنا قاعدين نتكلم كيف نلقى فرصة نحط لنا وجود ونحط لنا حضور في السعودية وأنا أتكلم عن أحد أفراد عائلة بيخ الملاك لأكبر قروب سيارات في العالم فهذا يدلك كوين مستقبل الصناعة في السعودية ومو بس مستقبل الصناعة مستقبل الصناعة مستقبل السياحة مستقبل اللوجستيك وكل القطاعات بإذن الله بتكون السعودية هي القائدة وهي الرائدة بإذن الله شكرا شكرا جزيلا لك عادل الرجب وأنت المختص في السيارات كنت معنا عبر الزوم من ألمانيا شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لمملكتنا شكرا جزيلا لك